اختتم في معسكر الأدواس التابع للقيادة والسيطرة بالمنطقة العسكرية الثانية الدورة التدريبية التخصصية للرماية على الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة بالذقيرة الحية من مختلف أنواعها لضباط ومنتسبي معسكر الأدواس بهدف رفع كفاءتهم الغتالية على هذه الأسلحة واستمرت الدورة النوعية لمدة أسبوعين لمشاركة 60 من أفراد ومنتسبي قوات حماية الأدواس وتأتي الدورة التدريبية التخصصية ضمن خطط رفع درجة الاستعداد والجاهزية لدى قيادات ومنتسبي قوات النخبة الحطرمية بإشراء مباشر من قيادة القيادة والسيطرة المتمثلة في العميد فيصل بادفيس